اهلا بكم مجزي اخبار الان قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية دكتور انور جيرجاش قال ان ادارة العهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان لازمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب واكد دكتور جيرجاش ان مسجدات ازمة قطر ومأزيقها يصلط ضوءا على الدور المركزي للسعودية في محيطها الخليجي شنت طائرات التحالف الدولي غارات مكثف السفت استهدفت ابنية يتحصن فيها مسلح داعش في مدينة الرقة السورية في ظل الحملة التي تهدف الى طرد مسلحي التنظيم من اكبر معاقله في سوريا وتزمنت هذه الغارات التي تسببت في مقتل عدد من مسلحي داعش مع قصف متفعيا لقوات سوريا الديمقراطية على احياء الرقة تمكن الجيش الحر من اسر 31 فردا من قوات النظام والميليشيات الموالية له في بادية السويداء ضمن عمليات رد الكرامة وكان جيش احرار العشائر التابع للجيش الحر اعلن اطلاق سلسلة عمليات في رد الكرامة في بادية السويداء بالقرب من الحدود السورية الاردنية بهدف استعادة السيطرة على نقاط عدة كان قد خسيرها لصالح قوات النظام اجلت المعارضة السورية اجتماعها في الرياض حتى بعد غدا الاثنين بسبب تأخر وصول وفد موسكو وكان من المقرر ان تنطلق غدا في العاصمة الرياض اولى جلسات الحوار بين اطياف المعارضة السورية بمشاركة مجموعتين القاهرة وموسكو المعارضتين اعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم ان عملية فجر الجرود حققت الاهداف المرسومة لليوم الاول واضح المتحدث باسم القيادة العميد نازيه جريج ان عشرة جنود من الجيش اصيبوا احدهم في حالة حرجة كما تم تدمير احد عشر مركزا لداعش مما امن السيطرة على ثلاثين كيلو مترا مربعا من الجرود واضف جريج ان الاوامر اعطيت للوحدات العسكرية بالتقييد بالقانون الدولي لجهة التمييز بين المدنيين والاهداف العسكرية اعلن وزير الداخلية الاسبانية ان الخلية المكونة من اثنى عشر شخصا على الاقل التي وقفت وراء اعتدائي برشلونة وكمبريلس تم تفكيكها في حين لا تزال الشرطة تبحث عن رجل يدعى يونس ابو يعقوب اعلن تنظيم داعش تبنيه لحدث الطعن في مدينة سوغورت بسيبيريا والذي كانت روسيا استبعدت احتمالية ان يكون ارهابيا وقتلت الشرطة الروسية شخصا بالرصاص في مدينة سوغورت بسيبيريا بعدما هجم عددا من الناس بسكين الى اللقاء اشتركوا في القناة